هنروح لأخبارنا وهنبتدي بكرة اليد وكنا نغطينا مع حضراتكم يوم السبت الماضي المؤتمر الصحفي للإعلان عن التعاقد مع مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد لكرة اليد رجال لمدة ثلاث سنوات قادمة دي طبعا صورة الكابتن في أحد المحاضرات اللي اتنظمت طبعا في النادي الأهل المحاضرة دي بعد العودة من بطولة العالم خلينا أقول لحضراتكم وفكركم أن فريقنا فاز بالمركز الرابع وحاصل المركز الرابع في السوبر جلوبل وهو طبعا مركز متقدم جدا على 12 فريق الفرقة رجعت يوم الاثنين التمرين ابتداء من يوم الثلاث على طول خلاص أول ظهور للكابتن ديفيدز هيكون بكرة إن شاء الله في مباراة هليو بلس الماضي ستلاقب على صالة طبعا صالة الأمير عبدالله الفصل الساعة 4 أنا بس بتأكد من المعاد قبل ما أقول لحضراتكم الماضي ستلاقب بكرة الساعة 4 على صالة الأمير عبدالله الفصل بمقر نادي الأنهي بالجزيرة وده هيكون الظهور الأول لطبعا المدير الفني الجديد اللي عرفناه ولي شفناه خلال الفترة اللي فاتت في التدريبات وأنه بيركز على الأساسيات ودي حاجة جيدة جدا الحقيقة الأسيات اللي كان دايما بيكون عندنا أزمة فيها في الوقت الكريتيكال باصة مقطوعة تيرن أوفر مثلا مش محسوب شوطة في إيد الجون شوطة في العرضة في الدفاع كمان ممكن يكون في بعض الأخطاء مستر ديفيد الفترة اللي فاتت كل اللي حضر التدريبات أكد على ده أنه هو بادئ في البيزيك بيقول بيعمله فيه حاجة في كرة اليد بيسمها مسلسات يعني بتبقى عبارة عن تمرينات كلها بيزيكس وفندمينتال زي فواضح أنه هو الراجل جاي يشتغل ويبني فريق الجميل أنه بيتابع كمان تدريبات ومباريات الناشئين كل التوفيق طبعا لمستر ديفيد وكلنا ثقة في اختيار النشاط الرياضي ومجلس الإدارة طبعا من قبل النشاط الرياضي للتعاقد مع مستر ديفيد وثلاث سنوات بتحقق استقرار كبير للفريق فنيا ومعنويا خلاص اللي يعرف أن المدير الفني ده قد تلاث سنوات فبقى فيه استقرار بشكل كبير كل التوفيق إن شاء الله بكرة فيه اليوبلس في ظهور الأول طبعا للمدير الفني أكيد مش هيبان شغله من المباراة واحدة يعني أكيد طبعا دواضة طبيعية ولكن هنا بنبني عندنا وقت وكان اختياره بعناية بعد البطولات اللي كانت ديقة وراء بعض السوبر المصري في بطولة أفريقيا في بطولة العالم كان وراء بعض على طول بعدها عندك بقى دور السوبر أو دور العام المصري أو دور المحترفين عندك وقت طويل لما تخش في الجد فأنت عندك فرصة تعيد بناء هذا الفريق أو تديله طبعا ما ينقصه هنروح له كرة الياد لسيدات كأتخاذ العوضي مدير نشاط رياضي منذ قدوم وللنادي الأهلي يعني أو يعني تولي المسئولية كمدير نشاط رياضي فكر في طريقين الطريق الأول هو التجديد لللعبين واللعبات أو قدوم خلصت ودي ثروة نادي الأهلي الحقيقة إنه طبعا محتاج يعني يجدد مع اللعبة عشان ما تمشيش ودواضة طبيعية مش هتعاقد مع حد جديد واللعبة عندي بتمشي المحور الثاني المتوازلي هو التعاقد مع اللعبين جداد على حسب رؤية المديرين الفنيين وبدعم مجلس الإدارة النهاردة فيه خبر هنعلن عنه طبعا والنادي الأهلي أعلن عنه وهو التجديد مع فريدة الشرقاوي نجمة فريق كرة الياد سيدات لمدة أربع سنوات ودي صورة التجديد مع عقد الجديد لكرة الياد كأتخاذ العوضي منذ نشاط رياضي من نادي الأهلي أعلن تجديد التعاقد مع فريدة الشرقاوي نجمة فريق كرة الياد لمدة أربع سنوات وقت خالد صرح أن اللعبة وقعت بدون أي طلبات وده علشان هي متمسكة أنها تكمل مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاية وأكد أن اللعبة عندها خبرات كبيرة وليها دور مهم مع فريق سيدات وده في ظل المنافسة في كل البطولات في الشهور اللي جاية إن شاء الله وكمان عشان نقدر نتنقل خبراتها أكيد للعبين أو لعبات الجداد أو الصعيدة على الفرقة لأنه طبعا تعرفين هي أجيال وبتسلم أجيال مستني من فريدة طبعا أكيد كل تقلق وكل يعني أعطاء مع الفانيلا الحمرة وخلينا أقول لكم حاجة كمان أنه النادي الأهلي في كرة اليد عنده أزمة كنا نكلمها فيه قبل كده أنه عدد كبير من اللعبات مع منتخب مصر دلوقتي فاللي بيتمرن عدد مش كبير يمكن أكتر نادي بيغيب عنه لعبات في الإعداد دلوقتي هو النادي الأهلي ولكن هذا هو قدر النادي الأهلي أنه أغلب المنتخب السيدات من قوامه من اللعبات النادي الأهلي فهذا طبعا ما فيش فيه أي مشكلة والجاز الفني بكادة كابتر محمد عدد الزولة أكيد هيقدروا يعوضوا هذا الغياب ونتمنى طبعا كل التوفيق لفريق السيدات السنادي لاستعادة الألقاب الغائبة عنه العام الماضي